المصطفى المختار الله ميزاهم وعلى أشاناهم فتخلدوا في الأرض كالأقمال في أحد الأيام مشاهدين الكرام غرق أحد الأطفال في أحد المستنقعات وأخذ هذا الطفل يستنجد بمن ينقذه وهنا يعني شان هو وعائلته طالعين بنسهة وأكو أحد المستنقعات القريبة دخل لهذا الطفل وغرق للأسف هذا المستنقع وأخذ يستنجد وهنا كان فلاح قريب من المستنقع هب لنجدة هذا الطفل وفعلا خلص من الغرق وهنا العائلة شكروا هذا الفلاح على اللي سوى تجاههم وأنقذ ابنهم وفي الليل عندما حل الليل جاء أبو هذا الطفل الصغير الذي غرق وأنقذه الفلاح جاء ليشكر هذا الفلاح وطرق الباب وعندما خرج له الفلاح قال له أنت أنقذت ابني وهذه هدية أو مكافأة تفضل هذا ظرف هدية مبلغ مالي من عندي لأنه تنقذت ابني هنا الفلاح قال له أنه أنا ما أخذ أي مبلغ من المال وأنا ما نقذت على مود أخذ مقابل وإنما هو عمل إنساني وأنا هبية النجدة ابنك كعمل إنساني وما أطلب غير من الله سبحانه وتعالى أنه يكافأني لذلك ما أخذ من عندك هذا المبلغ هنا الرجل الثري طبعا شار رجل ثري أبو الطفل للي غرق قال له أوكي أنا اسمح لي أن أدخل وياك للمنزل بس خل أقعد قال بلكي أقعد وأقنع أنه يأخذ هذا المبلغ من المال لما دخل للبيت شاف أنه بيت الفلاح بيت بسيط جدا ومتواضع جدا ورأى في إحدى زوايا البيت طفل شاف طفل بإحدى زوايا البيت قال له زين أنا للخدمة اللي قدمت ليها ونقدت ابني من الغرق أنا أريد أقدم لك خدمة قال له شنو هاي الخدمة؟ قال له هذا ابنك الصغير اللي موجود بالبيت أنا أخذه وياي وأدرسها بأفضل المدارس وأوصل الأفضل للجامعات هنا الفلاح ابتسم وقال له جيد هذا بالنسبة لهذا المشروع أنا موافق وهذا ابني هاي إيدة بإيدك وإنت بعد الدراسة تكون عليك وفعلا أخذ هذا الطفل ودرسه بأفضل المدارس وأفضل الجامعات مشاهدين الكرام وهذا الطفل في النهاية عندما أكمل الجامعة اكتشف علاج البنسلين اكتشف علاج البنسلين وهو أليكسندر فلمنج ولكن المصادفة إنه ابن هذا الثري اتمرض يعني من كبر أكيد كبرى وسوه هما من كبرى اتمرض وأصيب بمرض وكان شفاء بعلاج الإنسلين اللي اكتشفه ابن الفلاح لذلك الخير شوف هذا قدم مشروع خير ولو بعد حين رجع للخير والإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه جعلنا الله وإياكم وشاهدنا الكرام ممن يعمل الخير والإمام السجاد في لطيفة يقولها صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام السجاد عليه السلام مضمون حديث الإمام السجاد إنه الخير أعمل الخير الأهلة والمؤهلة هم أعمل الخير هسأكو ناس يقول لك سوي زيان وذب الشرط لا شوف الزيان شون يرجع لك الإمام السجاد يقول سوي الخير الأهلة واللي مؤهلة هم سوي للخير ليش إذا كان اللي سويت للخير يستحق الخير وهو من أهل الخير فهي بها ونعمة وإن لم يكن اللي سويت للخير من أهل الخير ويستحقه فأنت أهل أنت أهل لفعل الخير وكان رجل المشاهدين الكرام جالس عند الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه وقال للإمام بمجلس قال للإمام إنه الخير بعد ما ينفع الناس الإمام راد علي بهذا الجواب وقال لا بل الخير كوابل المطر المعروف طبعا المعروف كوابل المطر يعني الرجل قال إنه المعروف بعد ما ينفعوا الناس الإمام الحسين قال لا لا مهاشكل وإنما الموضوع إنه المعروف كوابل المطر مثل واب المطر ما ينزل يصيب البر والفاجر إذن مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في برنامج سفن النجاة وخلينه إياكم مثل ما عوادناكم قبل ما نبدأ بالمسابقات مشاهدين الكرام خلينه إياكم نستمع إلى تلاوة مباركة من الذكر الحكيم كل الهدى بكم نجاة سفن النجاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتلو عليكم إن شاء الله من سورة الإنسان صفحة 578 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ لُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَا يَشْرَبُ بِذَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ هَا تَفْجِيرًا يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخُوفُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُوهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطَعِمُونَ الْطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ إِلَّا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وجزاهم بما صبروا جنةً وحريرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ شكرا للقارئ الأستاذ محمد حياكم الله ومشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج سفن نجات هسا خلينا وياكم مشاهدين الكرام نشوفكم المسابقة الأسبوعية والمسابقة الأسبوعية ومشاهدينها حتى ندزونا رسالة نصية على الرقم اللي راح يظهر على الشاشة اسمكم الثلاثي لأسم الثلاثي وأيضا مع الأسم الثلاثي اسم المحافظة وأكيد راح يشاركونوا يا أنا والصندوق ينتظركم بالمسابقة الأسبوعية خلينا نشوفها سوية يلا مشاهدين خلينا نشوف المسابقة الأسبوعية أو السؤال الأسبوعي والمسابقة الأسبوعية مشاهدين الكرام كم مرة ورد ذكر لفظ الجبار في القرآن الكريم وفي أي سورة كم مرة ورد ذكر لفظ الجبار في القرآن الكريم وفي أي سورة للمشاركة أرسال رسالة ناصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق الثلاثي والمحافظة على الرقم التالي 07-4358-99999 كل الهلة بكم حياكم الله مشاهدين الكرام وإذن هذا الرقم اللي ظاهر على الشاشة وننتظر إجاباتكم طبعا مشاهدين الكرام مثل ما ذكرت بالحلقة السابقة لكن لأهمية الموضوع أشير في هذه الحلقة إلى حرف الجيم حرف الجيم مشاهدين الكرام هو من الأحرف القمارية وليست من الأحرف الشمسية يعني ما نقول الجبار ولا نقول الجنة ولا نقول الجبال لا نقول الجبار ولا نقول الجنة ولا نقول الجبال وإنما نقول الجنة الجبال وبعد شنة الثالثة الجبوري يعني إذن مشاهدين الكرام نقولها نلفظ اللجيم اللفظة ليش لأن هو من الأحرف القمرية ربما يكون صعب على البعض ليش لأن ممكن ينطق كحرف شمسي هسه خلينا ناخذ أول اتصال ونشوف الاتصال الأول من منه ألو ألو عبدالله شانك السلام عليكم يا حبيبي شخ بارك شخ بارك الله يبارك بك يا حبيبي وكل الهل بك تحياتي لك تحياتي عبدالله شنو اسم الوالد عبدالله علي عبدالله علي حياك الله يا أخ عبدالله من الديوانية تمام تمام عبدالله أنت وصلت إلينا في أسئلة السرعة رح نطيك سؤال ما منقطة آية قرآنية غير منقطة تنقطها تمام نعم خليكوا إيانا يا عبدالله ونشوف الاتصال الآخر من حسين السلام عليكم أبو علاول عليكم السلام ورحمة الله سعرائي حياك الله يا حبيبي الله يحفظك ويبارك بك وتحياتنا كل أهلنا ببغداد الحبيبة السلام عليكم ويحفظكم وإحنا كل ما نزور موسى بنجاح فك لا تيما أستاذ رائح وقناة كربلاء الفضائي الله يوفقك ويحفظك إن شاء الله وتحياتنا إلك وإحنا إن شاء الله ما ننساكم من دعائنا وأفضل دعاء هو الدعاء للمؤمن بظهر الغيب إن شاء الله مستقل إن شاء الله أستاذ حسين خليك وياي خلي نشوف الأخ عبدالله يا الله يا عبدالله مستعد مستعد ج discours يا الله عبدالله خليشوف السؤال الآن رح يظهر على الشاشة مشاهدين الكرام ونشوف الأخ عبدالله كم ثانية رح يجاوب على السؤال تفضل يا عبدالله قل أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عشر ثواني حياك الله يا عبد الله أخ حسين داود الأخ عبد الله جاءوا بعشر ثواني لذلك المهمة مو سهلة عليك تمام لا إن شاء الله سهلة بعملها إن شاء الله سهلة يا الله الهمة العالية حلوة يلا إن شاء الله خلي نشوف السؤال إذن يا أخ حسين داود من بغداد الشيطان رجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم جميل 12 ثانية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمة نسأل الله أن يدخلنا مدخلا كريمة بحق محمد وآلي محمد طون العام ما خل أروح للصندوك شوف مدللين إذن دخلتوا يا أنا القرعة يا حبيبي يا حسين ومبارك إليك الفوز يا عبد الله لأن كان أنت الأسرع بالإجابة ونروح لاتصال آخر مشاهدين الكرام والاتصال من منه؟ محمد عبد الكاظم شانك يا محمد السلام عليكم سيد راهد وعليكم السلام كل الهلة شانك يا حبيبي الله يسلم سيد راهد الشيخ بارك مورك الحمد لله رب العالم وسهل عليكم وإن شاء الله أنتم بخير الله يحفظك يا رب وإن شاء الله نتمنى لك كل الخير بكل حياتك والله هذه الفترة يعني على رأيك إحنا أخذنا برأيك الكريم إنه تسحنا المجال للمشاهدين البقية إنه يشاركون بالبرنامج وإحنا نفدت صبره أه بس إحنا ما نقدر نستغني عنكم نعم منك يا حبيبي وإحنا أكيد يشرفنا ويسعدنا إنه تتصلون بنا الله يخليك سابر أن تشرف رحبنا اتصال آخر من منه؟ كوثر محمد من كربلاء شانت يا كوثر سنة الحمد لله الله يبارك بيك يا كوثر كوثر شقد العمر؟ 17 سنة 17 سنة الله يحفظك ويبارك بيك يا كوثر نتمنى لك الفوز ويانا لكن أقول لك أنه يعني أنت ويمتسابق موسهل تمام؟ نعم إن شاء الله إن شاء الله خير يلا أخ محمد يلا يا الله يلا توكلنا عليك بسم الله الرحمن الرحيم إذن مشاهدين الكرام الآية القرآنية غير المناقطة ستظهر والإجابة للأخ محمد من بغداد والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين نعم إجابة موفقة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إجابة موفقة وصحيحة والوقت شكتشان 12 ثانية إذن 12 ثانية ونشوف الأخة كوثر كوثر نعم نعم جاوب بـ 12 ثانية وخلي نشوف بشقد راح تجاوبيهم تمام؟ تمام يلا خلي نشوف الآية القرآنية الآن ستظهر على الشاشة تفضل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبولة الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبولة إجابة موفقة وصحيحة 12 ثانية دخلتوا يعني القرآنية كوثر شكرا جزيلا لحضرتك أما الأخ محمد فإنت فزيت شكرا جزيلا ها هم 12 ها 12 ثانية ونشوف نخسرهم ثانية ونشوف ها قرعة ثانية ونشوف قرعة تمام إذن مشاهدين الكرام خلي نخلي جاي إذن ثانية ونشوف القرعة الأخوة محمد تحياتنا إليك يا محمد تحياتنا لأخت كوثر ثانية ونشوف دخلتوا يا أنا القرعة نتمنى لكم الفوز في نهاية حلقتنا لهذا اليوم هسا وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى أسئلة المجموعات وبالتأكيد بأسئلة المجموعات عندنا ثلاث أسئلة إذا جاوب على الأسئلة بأجمعها يفوزوا يا أنا دعا جاوب على سؤالي نقول له إحنا وياك والقرعة دعا جاوب على السؤال واحد نقول له حظ أوفر دعا نرى بالاتصال الأول أم شيماء من كربلاء السلام عليكم وعليكم السلام شوكم الله يبارك بيتش شانت يا أم شيماء أشيخ بارش الله يسلمكم والأسكم الله يوفقش إن شاء الله وصلتوا إيانا الله يبارك بيتش يا أم شيماء شكرا جزيلا لحضرتش أم شيماء وصلتوا إيانا إلى أسئلة المجموعات الحضرتش ثلاث أسئلة تمام؟ نعم مستعدة إن شاء الله؟ إن شاء الله إذن يا أم شيماء خلي نشوف السؤال الأول والسؤال الأول للأخت أم شيماء مشاهدين الكرام سيظهر الآن على الشاشة وننتظر من حضرتها الإجابة والسؤال هو بكم سورة قرآنية ورد قوله تعالى وأسر النجوة خمس سور أربع سور سورتان نحن وأسر النجوة أسر النجوة خمس أربع ثنين فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوة نقدر نقول ثنين؟ ثبت إن شاء الله نثبت على سورتي المشاهدين الكرام وشيماء إجابتي الصحيحة اللهم صلى على محمد وأل محمد سورة طاها فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوة وسورة الأنبياء الآية الثالثة لاهية قلوبهم وأسر النجوة الذين ظلموا هل هذا؟ نعم إجابة موافقة صحيحة أروح للسؤال الثاني تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله يلا يا أمشيما السؤال الثاني والسؤال الثاني يا أمشيما أي سورة بدأت بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم هل هي سورة هود سورة يونس سورة يوسف يلا يلا الوقت يمر البنس يونس 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 عدت وقت هيا إن شاء الله هيا ها هي ثبت يعني ثبت ثبت وإجابة صحيحة ثانية آيات الكتاب الحكيم هيا هاي هيا هاي يلا يلا السؤال الأخير حاليا أنت ضمنت دخول القرعة يا أمشيما وبقال السؤال واحد والسؤال الأخير نعم كم نبي ذكر في سورة الأنبياء كم نبي ذكر في سورة الأنبياء 16 نبي 19 نبي 21 نبي كم نبي ذكر في سورة الأنبياء 16 19 21 نعم أنت لخائبها مساعدة من عندك شموك بما أنه كانت إجابات صحيحة راح نشيلك الواحد وعشرين بقى عنده 16 19 19 تمام ثبت إن شاء الله وعلى الله إذن ثبتنا لأمشيما مشاهدين الكرام وكان السؤال بكم سورة قرآن أو السؤال كم نبي ذكر في سورة الأنبياء كان عندها 16 19 21 طلبة المساعدة من عندنا شلنا لها الواحد وعشرين بقى عندها 16 19 اختارت 19 ونقول لها يا مشيما راح تدخلين القرعة للإجابة هي 16 تحياتنا للش شكرا جزيلا شلنا نتمنى أن أمشيما تفوز ويانا مباشرة لكن كانت إجابتها الأخيرة للأسف غير صحيحة فدخلت ويانا القرعة إذن مشاهدين الكرام متواصلين وياكم أحبتنا ونروح لاتصال آخر ونشوف الاتصال من 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 منو أم علي من بغداد شونش يا أم علي أهلا وسهلا الحمد لله الله يسلمك الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله رحم الله وعلي الله يوفقك يا أم علي أم علي عندك المجموعة الثانية بها ثلاث أسئلة إذا جاوبتين كلهين مبارك عليك الفوز وذا ثنين دخلين قرعة وذا واحد نقول شلنا أم علي تعذرين إن شاء الله إن شاء الله مستعدة إن شاء الله إن شاء الله يلا يا أم علي خلينا نشوف ننتقل للمجموعة الثانية إذن مشاهدين الكرام وسؤال الأول للأخت أم علي فضلي يا أم علي سؤال الأول بكم سورة قرآنية ورد لفظ العزيز الحكيم بكم سورة ورد لفظ العزيز الحكيم خمس سور ثلاث سور سورة وحدة للعزيز الحكيم خمس سور خمسة ثبت وقت عندك عندك وقت عندك وقت للعزيز الحكيم بكم سورة قرآنية ورد لفظ العزيز الحكيم وباقي لك خمس ثواني ثلاثة ثلاثة ثلاث سور ثلاثة إن شاء الله أحسا خمسة لو ثلاثة ثبت ثلاثة 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 إذن ثبت ثلاثة مشاهدين الكرام يعني أم علي أم علي أم علي ها علي راح أعدلت شياهن وانت حس بيهن تمام إن شاء الله عدلت سورة إبراهيم هايش قد واحدة سورة السبق اثنين سورة البروج ثلاثة إجابة الصحيحة أو لا صحيحة إن شاء الله ما شاء الله إجابة صحيحة إذن الإجابة الأولى الصحيحة مشاهدين الكرام لأم علي وننتقل إلى الإجابة الثانية والسؤال الثاني السؤال الثاني يا أم علي من بغداد هو السؤال الثاني هو أي سورة بدأت بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين نعم سورة إبراهيم سورة الرعد سورة الحجر سورة الرعد الرعد ثبت إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام كان السؤال في أي سورة أو أي سورة بدأت بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات سورة الحجر ممكن أبدل الإجابة بعض أكوك سورة الحجر المخرج يقول ثبتنا الإجابة يا أم علي لا وراحت عليها الإجابة الثانية بقعد للسؤال واحد يا أم علي إذن هي سورة الحجر وليس سورة الرعد ممكن ندخلينينا القرعة لسؤال الأخير لا يلا إن شاء الله السؤال الأخير يا أم علي كم مرة ذكر سيدنا موسى عليه السلام في سورة البقرة كم مرة عشرين مرة دعش مرة خمس مرات في سورة البقرة عشرين دعش خمسة دعش مرة دعش إن شاء الله ثبتين اختارتها يعني خير الأمور أوصلتها له شون إن شاء الله دخلتوا يا أنا القرعة مبارك يا أم علي تحياتنا إلى شكرا جزيلا إذن كانت إجابة الصحيحة دعش مرة ذكر النبي موسى صلى الله عليه وسلامه عليه مشاهدين الكرام في سورة البقرة زينب مؤيد السلام عليكم زينب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبرك حياتي الله وكل الهلبيت يا زينب من البصرة نعم زينب بالصيف يقولون البصرة حارة صير زين بالشتة بارده نص ونص وكذلك أكثر شيء حارة جيد الله يوفقكم إن شاء الله وتحياتنا الأهلنا بالبصرة يلا يا زينب عندش ثلاث أسئلة ريدش جاوبي نكون لهم تمام إن شاء الله إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام مع الأخي الزينب نشوف السؤال الأول والسؤال الأول هو يا زينب بكم سورة قرآنية ورد لفظ القهار سس سور سبع سور تسع سور ورد لفظ القهار في كم سورة في القرآن الكريم ستة سبعة تسعة الوقت دا يمر يا زينب أنتظر من عندش الإجابة أعتقد سبعة تعتقدين سبعة تمام يلا نمشوا وراء تقادش لو تنتظرين الوقت رح يخلص عدل ستة سبعة تسعة بساعة إن شاء الله سبعة إن شاء الله سبعة هي سورة يوسف والرعد وإبراهيم وصاد والزمر وغافر والإجابة هي سس سور يا زينب عدش بعد إجابتين تمام لا تأيسين عدش بعد سؤالين تمام تمام السؤال الثاني يا زينب أي سورة بدأت بقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين عدق سورة الأحزاب يا سين أم الأحزاب أم طاها سورة الأحزاب الأحزاب إذن ثبت مشاهدين على سورة الأحزاب والإجابة موفقة وصحيحة يا زينب عدش الله الله يحيد عند السؤال واحد تمام؟ يلا سؤال الأخير يا زينب السؤال الأخير لزينب مؤيد مشاهدين الكرام من البصرة هو كم عدد السور الطوال المعروفة في القرآن الكريم؟ سور طوال بالقرآن الكريم معروفة أنه هذه السور طوال نعم خمسة سبعة تسعة ممكن مساعدة؟ والله يا شوفي يعني أنت عدت يعني اثنين للمساعدة شغلتين الأولى أنه جوابت الأول سؤال الأول إذا تختاريه صح والثانية هي هاي السور تسمى بالسبعة طوال فهل هي خمسة لأسبعة لأتسعة؟ أعيدوا نفضلكم تسمى بالسبعة طوال فهل هي سبعة لأخمسة لأتسعة؟ زينب سبعة السبعة طوال سبعة لأخمسة لأتسعة السبعة طوال سبعة سبعة إجابة موافقة وصحيحة دخلت لأنا القرعة مبارك إلتش شكرا جزيلا إلتش والسور الطوال المشاهدين الكرام هي كل من سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء طبعا هذه السور مشاهدين الكرام تسمى بالسور السبعة الطوال اللي هي سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنعام سورة الأعراف سورة يونس نعم إذن المشاهدين الكرام متواصلين إليكم أحبتنا في برنامج سفن النجاة ونأخذ اتصال من حسين السلام عليكم وعليكم السلام كل الهلب وعلاه وشانك الله يحفظك غاتي يحفظك ويسلمك إن شاء الله شانك يا حبيبي الله يوفقك يا حبيبي حسين حسين توصلت للمجموعة الرابعة وعندك تلف أسئلة إذا جاوبت كل شي صير فوز إن شاء الله فوز وذات نية وذات نية لأ تفتل القرعة وذات واحد لا أفوز لكن إن شاء الله بكت الله إن شاء الله خير يلا يا حبيبي يا أبو علاوي إن شاء الله همتك ويانا إن شاء الله خير وبركة إن شاء الله يلا نتوجه للمجموعة الرابعة وي الأخ حسين بس شنو اسم والديك حسين حسين كاظم حسين كاظمحيةك الله يا حسين سؤال الأول بكم سورة قرآنية ورد المفض ذل جلالي أو ذل جلالي والإكرام ذل جلالي والإكرام سبع سوار ثلاث سوار سورة واحدة نعم نعم بكم سورة قرآنية ورد لفظ ذل جلالي والإكرام تبارك اسم ربك دل جلال والإكرام سورة واحدة يا سورة تعرفها لا والله ما أعلم في أنت السورة واحدة تبارك اسم ربك دل جلال والإكرام وبها فبأي آلاء هواي هاي السورة فبأي آلاء ربكم أتوك هي يا سورة اللي بها هواي فبأي آلاء هو تسمى عروس القرآن سورة الرحمن سورة الرحمن نعم إجابة موافقة صحية اللهم صلى الله عليه وسلم يا محمد وعلم يلا الإجابة الثانية نريدها من عندك والسؤال الثاني تفضل إلك السؤال الثاني لحضرتك والسؤال الثاني مشاهدة للأحبة أي سورة بدأت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورة الحجرات سورة قاف سورة الذاريات أسهل منها ماكو الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الحجرات قاف الذاريات الحجرات حجرات نعم قاف شون تبدأ قاف والقرآن المجيد صح نعم والذاريات بينه والذاريات يدروه إذن إجابة موافقة وصحية هذا السؤال بصراحة مساعدة لحضرتك رحم الله السؤال الأخير يا حسين من بابل والسؤال هو في أي سورة ذكرت قصة قابيل وهابيل؟ في أي سورة ذكرت هذه القصة؟ سورة القصص سورة البقرة سورة المائدة سورة القصص أم البقرة أم المائدة والوقت إليك باقي نص الوقت تقريبا البقرة سورة البقرة ثبت ثبت خلاص ثبت نعم إذن ثبتنا مشاهدين الكرام في أي سورة ذكرت قصة قابيل وهابيل؟ سورة القصص أم البقرة أم المائدة؟ وللأسف الإجابة هي في سورة المائدة تحياتنا إليك يا حسين دخلت ويانا القرعة مبارك إليك ونتمنى لك الفوز ويانا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم إذن مشاهدين الكرام خلينا نذكركم مرة أخرى بسؤالنا الأسبوعي وأكيد ننتظر إجاباتكم على سؤالنا الأسبوعي اللي الآن راح يظهر على الشاشة ونتمنى ونطلب من حضراتكم أن تبعثون اسمكم الثلاثي وأسم محافظتكم بالإجابة على السؤال خلينا نشوف السؤال الأسبوعي مشاهدي نذكره السؤال الأسبوعي أحبتنا مشاهدي برنامج سفن الناجات كم مرة ورد لفظه الجبار في القرآن الكريم؟ كم مرة ورد لفظ الجبار في القرآن الكريم؟ وفي أي سورة؟ للمشاركة رسلونا رسالة نصية تحتوي على الإجابة وأسم حضرتكم الثلاثي واسم محافظتكم إلى الرقم الظاهر على الشاشة 07-4-35-8-9-9-9-9 يعني 5-9 كل أفهي بكم مشاهدينا أحبتنا سأرجعنا إياكم إلى أسئلة السرعة وأسئلة السرعة يتبارون اثنين من المتسابقين ويانا اثنين ويانا من المتسابقين يتبارون للإجابة على السؤال وتكون آية غير منقطة ونشوف من الأسرع ينقط الآية ونأخذ الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم فاطمة حيدر شانت يا فاطمة الحمد لله الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله فاطمة نعم فاطمة الآية القرآنية غير منقطة وحضرتتش تنقطيها تمام نعم تلفزيون موجود يمش نعم جيد خلي نوعيات يا فاطمة وخلي نشوف الاتصال الآخر من منو السلام عليكم ألو 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 سلام عليكم اتصال الثاني من منو أحبتي في الكنترول وسام من أديالة السلام عليكم أخو سام سلام ورحمة الله حياك الله وكل الهل بيك يا أخو سام الله يخليك يسلمك ويحفظك الله يوفقك ويبارك بيك يا أخو سام شنو اسمي الوالد أخو سام وسام مزهر أهلا ونسلم بيك وحياك الله خليك ويانا يا أخو سام خلي نشوف الأخت مريم فاطمة يلا يا فاطمة مستعدة إن شاء الله يلا وسام مزهر يلا يا فاطمة الآية القرآنية الآن ستظهر على الشاشة وظهرة الآية القرآنية تفضل الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم أم لكم أيمان علينا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إجابة موفقة وصحيحة والوقت 21 ثانية تمام 21 ثانية كان عندك الوقت يا فاطمة وخلي نشوف الأخ وسام سام نعم تفضل عندك 21 ثانية للإجابة تمام نعم يلا خلي نشوف الآية القرآنية الآن ستظهر على الشاشة فضل الإجابة يا حبيب وقد أظلوك كبيراً ولا تزد الظالمين إلا ظلالة وقد أظلوك كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ظلالة إجابة موفقة وصحيحة بـ 28 ثانية وفازت ويانا الأخت فاطمة تحياتنا لشاء فاطمة مباركة لشلفوز أما الأخ وسام فحض أوفر إن شاء الله لأن كان الفارق أكثر من أربع ثواني طبعاً مشاهديني إذا يكون الفارق بين متسابق ومتسابق أربع ثواني أو أقل الثاني يدخل القرآن لكن كان الفارق أكثر متواصلين وياكم أحبتنا ونروح لاتصال آخر بنين حسين من كربلاء السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة والإكرام شانش يا بنين الحمد لله خير الله سلامك الله يوفقك إن شاء الله شانش قرآنياً وتتوقعين بشقد راح تنقطين الآية إن شاء الله قل من عجرتان يا الله إذن نشوف الاتصال الآخر من منوخة اللي يتفيانا يا بني ألو خلنشوف الاتصال الآخر مشاهدين الكرام والأخت بنين ما شاء الله لهمة عالية ودقول إن شاء الله أجيب بأقل من عشر ثواني طبعاً أكو فارق ثلاث ثواني أو أربع ثواني اللي تروح بتجاو بينما تظهر لكم الصورة فاللي جاوب بعشر ثواني كأنما جاوب ست ثواني خلنأخذ الاتصال الآخر ألو منويانا الاتصال الثاني بينما يتهيأ الاتصال الثاني نرجع لبنين لو ها مسلامني دياله ألو أم سلام شانت يا أم سلام الله يوفقش إن شاء الله ويزيد خارج رب يحفظك إن شاء الله ويوفقش من دياله ها نعم نعم قضاء خانقين قضاء خانقين حياة شاء الله بدياله هواي تقولوها ما الألف هلا ألف هلا بيكم حياة حلوة حلوة ألف هلا حياة شاء الله كل الهلا بيش إذن مسلام خليت شويانا وخلي نشوف الأخت بنين بيش قد راح تجاوب على السؤال نعم يا بنين بنين نعم نعم يلا يلا الآية القرآنية ستظهر الآن على الشاشة نعم ونشوف بيش قد راح تجاوبين تفضلي بس على ما تظهر نعم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ما شاء الله حلو حلو دعش ثاني يعني عشر ثواني قدر نقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين حضرتش تقرأين القرآن دائما صاحبانين نعم حافظة للقرآن نعم ما شاء الله باين باين يا أم سلام نعم المهم مشوية صعبة عدش دعش ثانية يا الله خلي شوف يا أم سلام الآية القرآنية الآن ستظهر على الشاشة اتفضلي للإجابة إن شاء الله يا خلي شوف يا أم سلام الآية القرآنية الآن ستظهر على الآية تفضلي ومي يولهم يوم إذن دبراه إلا متحرفا لقتال نعم ومي يولهم يوم إذن دبراه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله نعم ومأواه جهنم وبئس المصير دعش ستة عشر قد فرق خمسة سيد المخرج تقول تدخل قرآة تدخل قرآة أم سلام وي الأخوة اللي دخلوا القرآة زودناها ثانية واحدة إذن دخلت القرآة ويانا الأخة أم سلام أما بالنسبة لبنين فمبارك إلش الفوز يا بنين ويانا في حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام خلي نجر القرآة ونشوف منه راح يفوز ويانا بقرآتنا لهذا اليوم خلي نجيب الصندوق اللي هنا جبنا الصندوق ونخبطهن يالله خلي نشوف وأخذنا أحد المتسابقين كوثر محمد من كربلاء مبارك الفوز إليتشيا كوثر محمد من كربلاء وحظ أوفر لكل الأخوة والأخوات اللي يشاركونا بحلقتنا لهذا اليوم وللأسف ما فازوا ويانا فقط دخل قرآة كوثر محمد التحقتي بركب الفائزين ويانا في حلقتنا لهذا اليوم مش قد عندنا وقت سيد المخرج أقل من دقيقة إذن مشاهدين الكرام في أقل من دقيقة أكيد مثل ما عوادناكم أن يكون دعاء الفرج في ختام حلقتنا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين شكرا لكم مشاهدين الكرام لحسن المشاهدة ومبارك لكل الأخوة والأخوات اللي فازوا يا أنا بحلقتنا لهذا اليوم وحض أوفر لكل الأخوة اللي شاركوا وما فازوا واللي ما شاركوا لتأيسون نظلوا تصلوا بلكوا تحصلون البرنامج طبعا برنامج سفن النجاة مشاهدين الكرام هو كل أحد وخميس ساعة تاسعة مساء إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سفن النجاة حتى نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله تقبلوا تحياتي مقدما للبرنامج رائد عبدالجبار وهذه أجمل تحية من كل الكادر نلتقيكم بالخير والمحبة والأمن والأمان والسلام في أمان الله وحفظه ورعايته مع السلامة ابتداء الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سن القهار هم آية القرآن في عجازه نصار الإله بصولة الإثار سفن النجاة سفن النجاة